بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم في المحاضرة رقم 3 في علم الأمراض عشان نتعرف على ألام البطن اللي العاملين في مجال الطب التقاملي أو التكملي والحجامة خصوصا المحاضرة دي هنعرفك أو نحاول نقول لك كلمتين وتعرف كيف يتم تشخيص أو معرفة سبب ألم البطن ازاي بيتم تشخيص ومعرفة سبب الألم اللي بيبقى موجود في البطن والمريك جايلك اشتكيلك منه وجايلك عشان تعمل له حجامة يمكن تشخيص سبب ألم البطن عن طريق سلسلة من الاختبارات طبعا احنا عشان كده معظم المشاكل دي احنا قول لك او انت تبدأ بعد الطبيب الطبيب بيشخص والحالة بتستكر وتبدأ انت حضرتك تتعامل معها قبل طلب الاختبارات بيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني فيزيائي وفحص إكلينيكي للمريض اللي هو الفحص السريري بيتضمن الفحص، الرؤية، قلاص، واللمس، يعني التاريخ الطبي، وبعدين الرؤية، وبعدين اللمس، وبعدين الجس، ثم بعد ذلك بيبدأ مرحلة التخمين لفحصات معينة بطلب الطبيب قبل طلب الاختبارات بيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني طبي وإكلينيكي للمريض بيتضمن أحد مراحل هذا الفحص الإكلينيكي الضغط برفق على الأماكن مختلفة من الجسم أو من بطن المريض حتى يتحقق من وجود ألم معين، ورم معين، حتى درجة حريطة مرتفعة، حتى فلاكتويتنج، أو سيست، أو كيس، أو ورم صلبة المو يعرف طبيعي يتعرف على المشكلة بتاع الكيس، وهذه طبعا شغلة الطبيب، ليس شغلتك هذه المعلومات جنبا إلى جنب مع شدة الألم والتاريخ المرضي والتاريخ الطبي ومكانه بيساعد الطبيب على تحديد نوعية الفحص أو الاختبار اللي هيطلبه من المريض فهنا ممكن يطلب اختبار أو فحوصات تصويرية زي فحوصات التصوير الإشعاعي سواء كان بالإشعاع العادية أو بأشعاع بالبريم بالصبغة أو برانيل مغناطيسي أو موجات صوتية إلى آخره عشان يعمل عملية عرض للأعضاء والأنسجة والتركيبات الأخرى في البطن وبالتفصيل ويعرف شو المشكلة أو ما هي المشكلة ويحدد تشخيص منضبط هذه الفحوصات يمكن أن تساعد في تشخيص مثلا الأورام، الكسور، تمزقات، الالتهابات إلى آخره هناك فحوصات أخرى أو مستوى آخر من الفحوصات وهو عملية مثلا شك من الهيستوري ومن وزن المريض ومن حالته أن هذا الشخص يمكن أن يكون عنده كرونز، عنده التابطق الروحي، قولو متقرح، عنده عشياء معينة يبدأ يعمله منظر، تنظير القولون والجهاز الهضمي عشان يدخل يبص جوه القولون ويبص الأمعاء أو المعدة ويشوف الحلقة من جوه ويطلع تشخيص قطعي أو تشخيص يكون شبه أكيد أو أكيد التنظير الداخلي للكشف عن الالتهابات وكشف عن التشوهات سواء في المريء في المعدة في الأمعاء إلى آخره بالنسبة للجهاز الهضمي العلوي يتعمل اختبار خاص بالأشعة الصينية يستخدم فيه سبغة اسمها سبغ التباين لتحقق من وجود أورام، انسدادات، التهابات، التشوهات في المعدة إلى آخره كما يمكن أيضا إضافة عينات تحليل، مثلا تحليل دم، تحليل بول، تحليل براز حتى يرى إذا كان هناك عدوى بكترية أو غيره، يمكن أن يطلب مزرعة حتى يتأكد أن هناك بكترية، فيروس، وطفاليات إلى آخره خلاص؟ طيب، يبدأ؟ ماذا؟ يتصرف الدكتور كيف يصل إلى التشخيص؟ لا ينفع أن تبقى حضرتك بعبقريتك أن تأتي وتأتي لك المريض وطفال التشخيص من دماغك وتهبطه قليلا أعشاب وتهبطه لا يمكن أن يكون لديك التشخيص لأن هذه الأشياء في منطقة الخطورة ممكن أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وصحة الناس لا يشلع طيب، من الأشياء التي تعرفها أيضا وممكن تعملها مثل بانفلتس أو منشورات أو توعية أو ثقافة لك أنت تتكلمها مع المريض حالته متوازنة ومعنده مشاكل وعملت له حجامة أموره طيبة وأصلا متابع مع الدكات روحات المستقرة تعمل معه وتعمل له حجامة منضبطة كويسة تديره شوية تعليمات عشان يحافظ على جهازه الهضم الرياب معنا صح اللي هي بريفينشان بيترزان تريتمينت أو الوقاية خير من العلاج كيف يمكننا منع ألام البطن أو الوقاية من ألام البطن بقدر الإمكان إلا من قدر الله سبحانه وتعالى طبعا هنا لازم نقول أول خط لا يمكن الوقاية من جميع أشكال ألم البطن ده مستحيل طبعيا ولكن مع ذلك يمكن تقليل مخاطر الإصابة بألم البطن عن طريق اتباع بعض النصايح الهامة اللي على الشخص أنه يتباع في حياته نظام حياته اتباع نظام غذائي صحي جيد شرب الماء بشكل كافي ومتكرر ممارسة الرياضة بانتظام تناول واجبات متعددة وواجبات صغيرة يعني ما يقول شيء واجبة في اليوم واجبتين ويدباء وخلا لا ممكن يكون خمسة ست واجبات في اليوم بس حاجات بسيطة متعددة وتكون كويسة من حيات الكمية البسيطة ومن حيات الكواليتي والكفاءة إذا كان المريض يعاني من الطراب معوي زي مثلا مرض كرونز فلابد أن يكون متبعا لنظام غذائي اللي حدده له الطبيب في عنده ممنوعات في الأكل يلتزم بيها عشان تقل المضاعفات إذا كان المريض بيعاني من حالة ارتجاع في المريء على طول ما يكلش قبل النوم بساعتين قبل النوم بساعتين تكون آخر أكل له بالليل قبل النوم بساعتين قبل النوم بساعتين وده 90% تريح الارتجاع وده مهمة جدا لأنه قد يؤدي الاستلقاء بعد الأكل بوقت قصير أو بعد الأكل بباشرة تروح تنام يعمل لك ارتجاع ويعمل إحساس بالحرقان والحرقة في المعدة وألم في البطن والمشاكل فلذلك لو أكلت بالليل ما تنامشي حتى لو كنت متأخر ما ينامشي المريض يقض ساعة ساعتين على الأقل عشان كده يضبط وكبة العشاء في موعد بدري مثلا الساعة 7 ساعة 8 عشان أقصى حاجة الساعة 10 11 ومعدته تكون تقريبا خالية من الطعام خلاص يبقى نجيب لكم الخلاصة عشان نتعرفنا الخلاصة على السريع عشان نقفل الحتة دي خلاصة طبيعة الألم طبقا لمكانه لو واحد جاء لك أنه عادة بقى مرة ثانية لو واحد جاء لك القلم عنده في أعلى اليمين أعلى بطنه يمين هتشك في حصوة المرارة حين نشك نشك في حصوات المرارة اتهاب المرارة قرحة معدة 12 ارتهاب كبد لو جاء لك عنده في الجزء العلوي المركزي في المنتصف هنا كده عنده ارتفاع في الحموضة حموضة في المعدة عنده يكون عنده ممكن يكون فتأ في الحجاب الحاجز ممكن يكون فتأ في الشارسوف الشارسوف إن نكون فتأ في المعدة قرحة في ال 12 ممكن يكون الاتهاب في الكبد أيضا الكبد بردو موجود هنا لو موجود في أعلى اليسار يبقى ممكن يكون المريض عنده عصر في الهضم القرحة في المعدة انه تهاب في المعدة ممكن انه تهاب في البنكرياس طيب لو عنده ن travaill بقى فوق يمين فوق وسط فوق شمال ن察طي على وسط يمين الوسط تماما على السرة وبعدكين الوسط شمال طيب نحت بقى الوسط يمين ادخل بقى شك ممكن حسبا ممكن يكون حصوك كلا ممكن يكون عدوة كلا ممكن يكون التهاب في الامعاء ممكن امساك طيب في منطقة الوسط ممكن فتاة سري فتاة سري ممكن يكون التهاب زايدة دودية ممكن يكون قرحة معدة التهاب الامعاء ممكن يكون التهاب بنكرياس برضو وسط يسار ممكن يكون حاسوك كلا، التهاب كلا، التهاب ممعاء، امساك مركز صفلي في منتصف تحت منطقة العانة ممكن التهاب في المسانة، ممكن التهاب في البروستاتا، التهاب في الأمعاء ممكن فتق إربي، ممكن ألام في الحوض أو احتقام في الحوض ممكن تحت يسار أسفل من نحية الشمال، اليسار ممكن يكون إمساك، ممكن يكون التهاب في الأمعاء، التهاب في المستقيم، ممكن يكون متلازمة القولون العصبي، ممكن يكون مرض من مشاكل أمراض الأمعاء مثل المرض كروني التهابي، وممكن يكون ألام في الحوض، احتقام في الحوض أو الفتاء برضو، الفتاء الجهنب الأربي فوق تحت يمين في الآخر، ممكن يكون التهاب زادة وضادية، امساك، ممكن ألم في الحوض، ألم أعلى الفخد، أو فتاء الجهنب الأربي أعلى الفخد أرجع لكم مرة أخرى باختصار، فوق يمين، قرحة، حصى مرارة تهاب بانكرياس، وسط فوق، فوق في الوسط، قرحة معدى، حرقة معدى، عصر هضم، التهاب بانكرياس، حصى مرارة فتاء المعدة، فوق يسار، قرحة معدى، قرحة إصناع عشر، مغص مراري أو صفراوي، التهاب بانكرياس، طيب، في المنتصف، التهاب بانكرياس، التهاب زادة وضادية في أوله، قرحة المعدة، قرحة الامعاء الدقيقة طيب، يمين، وسط، يمين، حصل كلا، التهاب المسالك البولية، امساك، أو ممكن يكون ديسك أسفل الظهر، أحيانا بيضرب هنا طيب، من ناحية الشمال نفسها، حصل كلا، امساك التهاب أمعاء برضو ديسك، خلاص، عندك في منطقة المنتصف تحت السرة من تحت، التهاب مسالك بولية، التهاب زادة وضادية، الفتق الرتجي في البطن، التهاب الأمعاء، ألم في الحوض، ناحية الامين، التهاب الزادة وضادية، ممكن يكون إمساك، ممكن يكون ألم في الحوض، ممكن ألم أعلى الفخد أو فتأ أو إربي نيحة اليسار ممكن يكون برضو الفتأ رجي أو فتأ في البطن، ألم في الحوض، ممكن يكون ألم في المستقيم، ممكن يكون ألم في أعلى منطقة الفخد يبقى احنا كده لخصنا ألم البطن ومشاكل البطن باللغة العربية إن شاء الله بإذن الله ونتعرفنا عليها طيب دي بنعمل لها بقى الحجامة ده بقى في شغلنا بقى في دورات الحجامة بنعرفك إزاي بتتعامل مع المشاكل دي ونقطة من النقاط الجميلة في علاج مشاكل البطن اللي احنا تكلمنا عليها ديت هي النقطة في المذكرة المصرية اللي هي النقطة الرقم الكدني 17 والكلية 17 واللي هي نقطة 124 في المذكرة المصرية كدني 17 دي من النقطة المهمة جدا جدا لعلاج مشاكل وألم البطن في أي خريطة علاجية في مشاكل ألم البطن النقطة دي نقطة مهمة بنحطها كدني 17 وممكن معها تحتها الكدنة 16 كدنة 16 خلاص؟ استعوديكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في القناة وممكن تعمل سبسكرايب في القناة فعل الجرس عشان يوصلك الجديد ولو تعمل كومنت يبقى جزاكم الله خيرا شكرا والسلام عليكم الله وبركاته اشتركوا في القناة